مصر جميلة وولادة ودايما مليانة بالمواهب والكوادر اللي بترفع اسم البلد في كل المجالات علم، طب، رياضة، تكنولوجيا للمعلومات عندنا أمثلة كتير جدا عن مصريين ومصريات استطاعوا إنهم يثبتوا نفسهم ويبهروا العالم معنا نهاردة نموذج وقصة نجاح كده ملهمة لسيدة وامرأة مصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال جهدها ومن خلال عملها استطاعت إنها تحقق مكانة عالمية احنا النهاردة معانا دكتورة لمياء الفضالي اللي حصيت على جائزة أفضل مدرب على مستوى العالم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصين مش بس كده دي كمان رائضة في مجال طب الأسنان الرقمي والذكاء الاصطناعي تفاصيل أكتر طبعا هنعرفها منها عن رحلتها المليانة بالإنجازات وعن المسابقة اللي حققت فيها المركز الأول لأول مرة في تاريخها ونرحب بحديك معنا وصباح الخير يا مصر من ورنا فيه أهلا بيك وألف مبروك الله يبرك بحضرتك يا فانت حابين في بداية نعرف من حديك تفاصيل المسابقة وإزاي قدرت تجمع ما بين الطب الأسنان أو الطب والتكنولوجيا الرقمية وإزاي كالالصناعي طيب هي بالنسبة للمسابقة المسابقة اسمها Most Valuable Instructor أو رواد التدريب هي بتنظمها أكاديمية تبع شركة عالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فالسنة دي هم قرروا أن هم يشوفوا قصص النجاح للمدربين على مستوى العالم وكانت الكريتيريا اللي هم مشترطينها اللي هو أن يبقى فيه إزاي قدرت أدخل المنهج الخاص بالشركة دي فيه مناهج بتاعتنا وأنا طبيبة أسنان ومدرب زكاء الاصطناعي معتمد ويبقى فيه إنجازات للطلبة دي وفيه ابتكار وفيه كمان تأثير على المجتمع فالحقيقة ده كله تحقق في الكيس بتاعتي بصراحة يعني الحمد لله أنا قدرت أن أدخل أدمج موضوع الزكاء الاصطناعي في طب الأسنان في كورس كان الأول من نوعه عالميا ونخلي أن الموضوع يبقى مبسط أن أقدر أدرسه لطلاب السنة الأولى من طب الأسنان الولاد دول بعد كده دخلوا مسابقات وبدأوا يكسبوا على مستوى الكلية وعلى مستوى مصر أخدت منهم ناس بقوا متحدثين في مؤتمرات هم نفسهم أخدوا شهادات وبقوا معتمدين شهادات زكاء الاصطناعي اشتركنا بمشاريع مشتركة مع كلية هندسة وكلية علوم حاسب وطلعنا مشاريع جديدة غير بقى أنا تأثيري أنا على المجتمع أنا ما اكتفتش بالجامعة بتاعتي الحقيقة أن أنا كمان طلعت الجامعة تانية زي جامعة قاهرة طبعا رائدة قلت لا ده هي دي اللي تبقى الأساس فبدأت أدرس الكورس ده لطلاب الدراسات العليا بدأت كمان أن أنا مش أكتفت مصر أكتفت طلعت برة في العالم كمان فبدأت أن أنا أدي محاضرات من زمان بقى من بردو من أول ما الموضوع بتدى كنت من أوائل الناس اللي أعمل حاجة زي كده جوة مصر وبرة مصر لدرجة أن هما بعد كده لما في مؤسسة عملت للذكاء الاصطناعي بطب الأسنان تواصلوا معايا أن أنا بقى مسؤولة هنا عن مصر وشمال أفريقيا بالنسبة للموضوع دكتورة علامية عشان نبسط كده الموضوع للناس واللي بتفرجوا علينا علاقة طب الأسنان بالذكاء الاصطناعي أو المفهوم اللي حضرتك بتكلمي عنه مفهوم طب الأسنان الرقم إزاي الذكاء الاصطناعي أو تقنيات الذكاء الاصطناعي ممكن تفيد أطباء الأسنان وممكن تعمل طفرة كمان في المجال ده طيب هي حتفيد على شقين الشق الأول في العلاج يعني في فكرة العلاج أنه إحنا طبعا هيبقى فيه حاجة اسمها بريسيجن مادسن ليه فكرة أن كل مريض بياخد العلاج المناسب ليه طبعا ليه حاجات ليه علاقة بالجينات ليه علاقة بالكل حاجة تخصه يعني الذكاء الاصطناعي يخلي كل واحد ياخد العلاج الخاص بي هتخلي كمان إحنا الاكتشاف المبكر للأمراض هتخلي فيه دقة في الشغل بتاعنا حاجات كتيرة جدا ممكن تتحقق طبعا عن طريق الذكاء الاصطناعي الشق الثاني بقى اللي هو التصنيع يعني أنا شايفة أن الموضوع الذكاء الاصطناعي ده لسه في مع التطورات الجديدة اللي حصلة وخصوصا مع آخر سنة 23 إحنا عندنا فرصة كبيرة جدا أن إحنا يبقى لنا مش مجرد مستنيين التكنولوجيا دينيات جنة من بره عشان نستخدمها لا هي الفكرة أن إحنا لنقدر نصنع ده ونقدر نشتغل ده وده كان يعني أنا عملته على ممكن على سكيل صغير في التعاون بيني وبين الكليات التانية وأنا شفت بعيني إزاي طالما مثلا بتوع هندسة وبتوع علوم حاسب قد إيه مستواهم عالي يعني بالمناسبة أنا لما طلعنا المسابقة دي هي المسابقة كانت في الصين فطبعا أنا كنت وغدى المركز الأول على 11 ألف مدرب على مستوى العالم في نفس الوقت كنا طالعين معنا طلبة مصريين الطلبة المصريين دول كمان كانوا وغدين المركز الأول على مستوى العالم في كل التركات اللي كانت موجودة في المسابقة يعني على الصين وعلى كله فده معناه إيه؟ معناه أن إحنا لأ عندنا كوادر هائلة جدا ممكن إحنا نقدر نستغلها أكيد طيب يعني خليني كده بصورة بسيطة أسأل حديك أنا لو مريضة وجاية عند دكتور طبيب أسنان هيستخدم الذكاء الصناعي أو الرقمي أو التكنولوجيا الرقمية في علاجي إيه الخطوات اللي هو ممكن يستخدمها؟ يعني حديك تقولي ممكن في الشق التشخيص وممكن كمان في أن أنا بعالك إزاي يعني تفاصيل أكتر عن ذا طيب بالنسبة لطب الأسنان الرقمي طهو ده يعني هو بقاله كتير ودلوقتي بدأ يخش بقوة في كل العيادات فكرة أنه خلاص ما بقاش فيه يعني عارف عرضك لو حضرتك لو حسرت دكتور سنيم بناخد مثلا العجينة أو المقاس الكراون والحاجات بالضبط حالة التخالي لو أنا مثلا مجرد أن أنا بدخل حاجة كده بتاخد أو ده العزيل بتاع أن أنا أخد مقاس الكراون ده بيبقى متعد جدا فلو أنت بتاخذي بمجرد بس حاجة بتعمل سكان أو بتاخد صورة ضوئية وبتاخذي مثلا التركيبة في ساعتها وحالة تتطلع أكرة دقيقة جدا بالضبط أه طبعا والموضوع بقى متطور جدا وداخل بدأ يدخل فيه شركات بتدخل فيه الذكاء الاصطناعي يعني حتى كمان اللي هو الدزاين أو التصميم بتاع التركيبات دي بقى عن طريق الذكاء الاصطناعي فالطب الأسنان الرقمي هو بقى خلاص هو أمر واقع عندنا في الأسنان يعني فده دلوقتي مخلي أن فعلا فيه دقة أكتر في الشغل وكمان المرضى بدأت يعني إيه تحبينها شوية يعني بس سؤال يعني يعني كده الدكاء الاصطناعي مش هيخلينا نخاف من الدكاتر في السناء لأن أي حد بيعنده معاد في عيادة الأسنان دي بيبقى حطت إيده على قلبه سواء أطفال أو كبار يعني بس الأطفال حتى الكبار زيارة طبيب الأسنان دي تبقى زيارة متعبة جدا مش عارفة ليه بصراحة نرجع بقى للصين لحركة عارفة كويس نرجع للصين وعايز أسأل حركة بقى يعني تفاصيل المسابقة كان فيه منافسة دولية قوية جدا مصر استطاعت أنها تاخد مراكز أولى كلمين عن المنافسة عن المشاريع اللي كانت مقدمة الأفكار اللي تقدبت من الجانب المصري ممثلة في شخص حضرتك طيب هو أنا بالنسبة لي بالنسبة للمسابقة بتاعتي أنا زي ما قلت لحضرتك هو إحنا كانت الفكرة أن إحنا بنقدم إزاي إن إحنا قدرنا نعمل الفكرة أن إحنا دخلنا الزكاة الصناعية في المناهج بتاعتنا والكلام اللي أنا قلته في الأول فهي دي كانت الفكرة الكيس بتاعتنا إزاي قدرنا نعمل ده والمخرجات بتاعت التعليم دي فهم بصراحة هناك يعني إحنا لما طبعا إحنا زي ما قلنا كانت المنافسة فعلا كانت قوية جدا لأنه أنا بقول لحضرتك الأكاديمية دي موجودة في أكتر من 2800 جمع على مستوى العالم وليها 11 ألف مدرب فأنا أطلع الأولى عليهم وأنا أصلا مش متخصص زكاة الصناعية أو مش بخلفية كده لكن طبعا أنا بزق يعني أنا الحمد لله واخد شوت كبير جدا في الموضوع يعني اللي هو أن أنا أحاول لبقى أنا اللينك ما بين التخصصين فهم هناك لما إحنا سافرنا وبدأنا كان فيه برضو مؤتمر على هامش المسابقة وأنا كنت من الخمسة اللي قدموا يعني هما 24 واحد كسبانين كانوا خمسة بس اللي قدموا فأنا عايزة أحريدك أن كل اللي قاعدين اللي هما اللي مسؤولين على الشركة وكده قد إيه كانوا مبورين بالتجربة أن حد مش متخصص أن يطلع حاجة زي كده وكانت كل الإنستركتورز كانوا أو المدربين جايين يقولوا قد إيه دي حاجة ملهمة وحاجة فرقة معهم جدا يعني حاستوا أن إحنا عاملين فرق فهما بالنسبة هما نفسهم حتى كانوا حاسين أن ده كان نجاح كبير قوي قوي ليهم أن هما دخلوا في قطاع ما كانوش عارفينه أنه موجود اللي هو القطاع الناس اللي مش متخصصة وأنا هناك صلطت الدق أنه لازم يكون فيه اهتمام بالناس دي لأن في الآخر أنا الشخص الخبير وأنا اللي بقى حاطت إيدي على المشكلة فأنا اللي حقدر أجايد يعني أخلي اللي مثلا الشخص اللي بتاع هندسة أو علوم حاسب إنه هي إدارة بيعمل المشروع فلازم أنا بقى فاهمه علشان يبقى فيه بنا لغة مشترك حاضيك يمكن عندك شغف وحب كبير جدا للتعليم والدراسة ومش بس إن حاضيك اللي بتتعليمي ده حاضيك كمان بتحب أن أنت تعليمي وتنقلي خبراتك لأجيال كتيرة جدا ده وصل إزاي وقدرتي توصلي لجامعات كمان حاضيكت لي جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات قدرتي تدرسي ده الحقيقة هي الجامعات بتبقى مرحبة يعني وأنا مش يعني بحاول إن أنا أي فرصة إن أتجي لي إن أنا أقدر إن أنا أوصل المعلومات دي أو إن أنا أعمل الوعي ده أنا ما بتأخرش عنه سواء إن أنا بطلب مثلا في مؤتمرات أو حاجة أو إن أنا أروح بنفسي إن أنا أدي كورس الكورس ده ممكن يكون لأطباء أسنان يعني لطلبة ممكن يكون ستاف أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أعمل حاجة زي كده بالعكس أنا بس عالتها لدرجة إن أنا يعني تعاونت مع نقابة أطباء الأسنان إن إحنا نعمل مبادرة لتعليم الذكاء الاصطناعي لدكاترة الأسنان أنا كل هدفي من القصة إن هم يبقوا عارفين إيه بس البيزيكس أو المعلومات الأساسية اللي من خلالها لو عايز يكمل ويبقى جامع فعلا بين الذكاء الاصطناعي والأسنان يقدر يعمل ده أو يقدر إن هو يتعاون مع حد تاني متخصص هل يعني بعيدا عن الدورات التدريبية هل حنشوف الفترة اللي جاية ولا ده موجود يعني حضرتك تصححيلي ضمن مناهج كليات طب الأسنان في الجامعات المصرية مقررات خاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وطب الأسنان الرقمي إحنا محتاجين ده يبقى داخل المناهج التدريسية لكليات طب الأسنان ده ها إيه وده بصراحة أنا كنت أحب قوي ده أنا أقوله من باركو ده بصراحة يعني فكرة هو إحنا عندنا في الجامعة إحنا كنا يعني يعني بتدينا فعلا ده وفعلا زي أنا بقول حيطة ده كان أول كورس على مستوى العالم لكن هي لازم فعلا تتعمم ومش بس على مستوى كليات طب الأسنان هي على مستوى كل الكليات يعني كل التخصصات يبقى فيها الجزء ده الجزء اللي هو التكنولوجي ويبقى فيه باش مجرد كورس وخلاص يعني هو كورس بشقة عملي وتنسيق يبقى عالي جدا ما بيننا وما بين الكليات التانية ويبقى فيه تنسيق أكبر كمان من خلال الوزارة بتاعنا استعاب الطلبة واستعاب كمان حالك بتقولي مش بس درستي لطلبة السنة الأولى كمان للدراسات العليا استعابهم واستجابتهم ماذا استجابتهم لأنهم إدخال الذكاء الصناعي في عملهم كأطباء أسنان هي الحقيقة أنها كانت مهمة شوية صعبة لأن إحنا طبعا خلفيتنا ما فيش خالص يعني إحنا طبعا إحنا كدكاتر سنين يعني شوية ما عندناش الجزء بتاع الحساب والكلام ده فهي أنا حاولت أبسط بها هي بقى الفكرة اللي كانت في القصة أن عشان أنا من نفس التخصص فأنا فهمهم فأنا عارفة وصلهم إزاي وعارفة الحاجات اللي هم مش يقدروا يستوعبوها قوي بالزبط كده فهي الفكرة أنا عشان كده لما أنا كيفت الموضوع بطريقة أن تقدر توصلهم وبعدين مش مجرد بس اللي هي كانت كلام نظري كنت بحاول يبقى دايما فيه جزء عمله وفيه جزء يبقى فيه ألعاب حتى يعني لأن أنا بتعامل مع طلبة سنة أولى مثلا بأن تقدر تبسط لهم المعلومة هو يحس أنه ده حاجة بسيطة جدا بس هو مش عارف أنه عمل حاجة فضيعة أنه عمل حاجة خطيرة لما هو بعد كده هو نفسه عمل مشروع يعني الولاد بعد كده عملوا مشاريع أنا ببقى طلبة منهم في الآخر مشروع يعني فبيستخدموا أدوات ما فيهاش برمجة ودي برضو من الحاجات الجميلة اللي بقيت موجودة دلوقتي وتدينا فرصة كعدة كثرة سنين إن إحنا نخش في المجال ده اللي هي نوكو تولز أو أدوات ما فيهاش برمجة وقدروا يعملوا حاجات فيها تشخيص لأمراض الأسنين وكده الفكرة أني حتى تواصلت مع الشركة اللي هي بتعمل التول دي أنا شركة كبيرة جدا عالمية الناس فعلا كانت مبورة بشغل الطلبة الضوية يعني قالوا لي أنتوا إزاي فكرتوا في الفكرة دي أنتوا تدخلوا في طب الأسنين هما مش عاملنا لطب الأسنين أصلا هما كان عاملنا حاجات صناعة إحنا دخلناها في طب الأسنين والولاد عندي يشتغلوا بالمنتقى الأريحية مع أنهم ما كانوش حتى عارفين أسنين هنا بقى الزكاء المصري بقى الشخصية المصرية تعرف تكيف كل حاجة على حسب احتياجها طبعا أسأل حضرتك هنا المجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كل يوم في كل لحظة فيه جديد وده بيخلي أي حد بيشتغل فيه أو بيحاول إنقل الخبرات داخل المجال ده أنه يبقى على الطلاع مستمر آخر الأبحاث إيه آخر الأدوات آخر الشركات اللي بتشتغل على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بتعملي إزاي ده دكتورة لمياء وإزاي بتحولي تبقي يعني بتحدثي معلوماتك من وقت للتاني وأنا عايز أقول حياتك أن الموضوع ده يعني كمان في الفترة الأخيرة هو ما بقاش تطور طبيعي يعني هو التطور بقى يعني بالسعي يعني أنا ممكن أقول حاجة أروح على إيه الحاجة تانية فهي الفكرة أن أنا بقيت برضو حتى بستخدم زكاء الاصطناعي يعني أن أنا بحاول أعمل حاجة زي اسمها أن أنا أي حاجة جديدة بتحصل بتوصلني على طريق الميل وبعدين بطريقة معينة بنياء بتتعملي بتتلخص عشان أعرف إيه الجديد اللي موجود فأنا كل يوم لازم أعرف إيه الجديد اللي بيحصل أدخل أشوف إيه اللي بيتعمل لازم أنا أشتغل بإيدي في أي حاجة جديدة فما ينفعش خالص أن أنا أريح ساعة يعني أنا طول الوقت لازم أكون بتابع إيه اللي بيحصل وغير أن أنا بتعلم الأساسي يعني دايما على طول بربط الكلام ده ببعض طيب يمكن حدوك تكلمتين على أن التركيبات هتبقى أسهل باستخدام الزكاء الاصطناعي فيه أكيد يعني أمراض في الأسنان مش بس إن احنا التسوس وكراون وتركيبات فيه حاجات كتيرة جدا موجودة في طب الأسنان بيعاني منها معظم الناس إزاي الزكاء الاصطناعي هقدر يعالج إيه المشكلات اللي فعلا بالفعل هيقدر يعالجها هو حضرتك الفكرة في الزكاء الاصطناعي هو يعني مثلا فيه حاجات خطيرة زي مثلا السرطان مثلا سرطان فم أو الحاجات اللي زي كده ففكرة الاكتشاف المبكر لموضوع السرطان ده يعني الـ AI هيساعدنا جدا بسهولة فيه فكرة إن أنا أكتشف علاج جديد للسرطان بالـ AI برضو ده هيساعدنا جدا لأن هي فكرة إن هو مع وجود زكاء الاصطناعي التوليدي فده بقى بيستخدم بكسرة في الجزء اللي علاقة بالأدوية وبالجزء علاقة بالجيناتكس والكلام ده فيعني هو ممكن يكون منقذ للحياة في وقت من الأوقات وممكن يعرفنا يعني فيه أمراض إحنا منبقاش عارفين إيه سببها فلما بندخل المعلومات بتاعت العيان فهو بيقولنا آه ممكن هي دي الحاجة اللي بتسبب المرض ده فدي حتخلينا إن إحنا نبقى عارفين نركز أكتر ونبقى عارفين نعالج الحاجة المسببة للمرض ده بالظل فيه كمان جراحات الفك والوجهين والوجه والجراحات دي بتتطلب إنه طبيب الأسنان يعني يقعد لساعات طويلة جدا لقدر الله الإصابات الشديدة الحوادث جراحة الفك والوجه دي جراحة دقيقة جدا للطبيب الأسنان ممكن الذكاء الاصطناعي يساعد جراح الأسنان إزاي في مثل هذه المسائلة هو دلوقتي بدأ يدخل فيه يعني طبعا في حتة برضو يعني منقول إن هي خطة العلاج دي دخلة إن شاء الله يعني دخلة في الذكاء الاصطناعي داخل فيها لكن في خطة فكرة العلاج عن طريق مثلا الروبوت أو الحاجات اللي زي كده يعني يبقى جنب الدكتور الأسنان بيساعدوا لو العملية مثلا بتاخد ساعات طويلة بدأ يبقى فيه حاجة موجودة بالشكل ده بس يعني لسه ما دخلش فيها الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لأن طبعا إحنا المجال بتاعنا بيه فيه نوع من أنواع الدقة قوي لكن يعني وارد إن ده يحصل جدا لأن بطريقة التعلم للروبوتس أو كده اللي هي زي الهيمانايد روبوتس والكلام ده فوارد إن ده يحصل جدا بما أن حدك شخص طموح جدا وعندك شغب بالتعليم وبالعلم بشكل كبير أهدافك اللي جاية إيه وتموحاتك كمان في تحقيم مجال زكاء الاصطناعي فيه طب الأسنان في مصر يوصل إيه والله أنا طموحي مالوش حدود بصراحة بالنسبة يعني أنا نفسي إن مصر تكون مصدرة لتكنولوجيا زكاء الاصطناعي وفي كل المجالات مش في طب الأسنان فقط وده زي ما قلت الحالي ده إن ده حييجي بالتعاون ما بيننا وما بين يعني يعني كل المسؤولين يعني وأنا شايفة إن بدأ يبقى فيه اتجاه كبير جدا مثلا من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وفكرة اللي هو ربط الصناعة بالتعليم واتجاه في الدولة كلها فعلا بالزبط كده بالزبط كده فأنا يعني أنا شايفة إن المجال والمناخ حاليا مناسب وكويس جدا إن إحنا نقدر نعمل ده طول ما فيه عقول يعني مكتهدة ومبدعة زي حضرتك كده إحنا متطمينين متطمين إن شاء الله يعني إن إحنا رايحين في حتة كويسة فيما يتعلق بتكنولوجيا معلومات وعلاقتها في التخصصات البينية سواء طب أو هندسة أو غير شكرك شكرا جزيلا بنبريك لك مرة تانية دكتورة لمياء الفضالي طبيبة الأسنان المصرية الفائزة بلقب أفضل مدرب على مستوى العالم في مصابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالصين نورتينا شرفتنا دكتورة نورتينا فان نورتينا فان